الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في سباق مع الزمن لإطلاق عملية تلقيح واسعة ضد فيروس كورونا الأنباء المتواطرة عن لقاحات فعالة فاقت نسبتها 95% تفتح الباب أمام أسئلة حول الموعد الرسمي لبداية عملية التلقيح رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح كورونا منصف سلاوية رجح الشروع في عملية التلقيح في 11 من شهر دجنبير المقبل يؤكد العالم منصف سلاوي في حديث لشبكة السائنين الأمريكية أن أول جرعة للقاح ستلقىها الأمريكيون ستكون مباشرة بعد حصول الشركات المنتجة للقاح على الموافقة من طرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتجه الأنظار إذن إلى شركة فيزر وبيونتك التي قدمت طلبا عاجلا من أجل الموافقة على استخدام اللقاح وأكد تحالف شركة فيزر الأمريكية وبيونتك الألمانية في وقت سابق أن اللقاح المطورة بلغت نسبة فعاليته 95% في سياق المتصل وزير الصحة الأمريكي يكشف أن شركة موديرنا الأمريكية التي أعلنت عن التواصل للقاح فعال ضد الفيروس يرتقب أن تقدم طلبا مماثلا في الأيام المقبلة بدورها أعلنت جامعة أوكسفورد وشركة أسرازينيكا عن نتائج إيجابية بخصوص التجارب الحالية حسب التجارب فإن اللقاح أظهر استجابة مشجعة لدى كبار السن ومنذ إعلان هذه الشركة عن فعالية اللقاح عما التفاؤل في العالم وصارعت دول عديدة إلى حجز الملايين من الجرعات جرعات لقاحات ستهم في بداية العملية لعاملنا في الخطوط الأممية مثل الأطقم الطبية إضافة إلى الأشخاص المسنين بارقة أمل تلوح في الأفق لإنهاء موجة وباء أرقت العالم وخلفت خسائر بشرية واقتصادية هائلة تزامنا مع هذه الأنباء تتواصل المعركة ضد فيروس كورونا لتشمل جوانب وقائية وعلاجية للتخفيف من وطأة الوباء الذي أنهك الأطقم الصحية